واني شاعت اكون بدرسة اثرت عليك شن هو السر هذا الحب باستاذ حيدر عبدالأمن؟ والله انا كله سوا يا ستن يعني انا ما ننكر يوم صاحب حيدر عبدالأمن من ألمع او اشهر الاساطد الموجودين بالعراق يعني بقي مجال ادخل عني احاول تماس لي الاول واني شابت واني بدل المرهج لها واني اظن ان تفر عنه هذا ما يوم مرة بحياتي شنو تعني مدرسة زينة بنت كبرى كبداية حيدر عبدالأمن انستال حيدر وصلتني معلوم واني معلوم فيش خطير وانستال حيدر من البداية بدايتك كلش هاي افريون اي هاي افريون اي هاي افريون انشاء الله يا رب الكل يكون بخير انا وسهلا بيكم بحلقة ثانية من بودكاست هند ناصر ضيفي اليوم جدا جدا مميز نقدر نقول من اشهر مدرسين الرياضيات الزميل والاخ الاستاذ حيدر عبدالأمن اتناولنا بحلقتنا اليوم شنو الفرق بين التعليم الحضوري والالكتروني وشنو اهم النصائح اللي قدمها لطلاب السادس الاعدادي وشوية اتناولنا مواضع ايضا عن حيات الشخصية راح تكون حلقة انا متأكدل جدا جدا مميزة وانتعا اتناولنا محلقة ايند وانتهم وخد عزيزي علي طانفترة طويلة ندرس سواء تحيى ليجو تحيى لكل المتابعين هيدر عبدالأمن انا مو حيدر عبدالأمن بسمي кон меня سميت حيدر عبدالأمة مدرس موالدة الرياضيات سهلا بك أكثر أستاذ حينر سأبدأ باسم مدرسة ماذا تعني لك مدرسة زينب الكبرى كبداية حيدر عبدالأمة والله أول مدرسة أهلية درست بيه قدمت لك ألابت لك صارت عن طريق اتصال يعني هم خابروني أنا متشتناوي درس مدرس ببداية أهبير نعم ولاش تتناوي تعيين همنا أصلا يعني أي فقررون نحن كاتبنا كامل ومحتاجين فقط مدرس الرياضيات حتى ذكر بوقت الصوف تابي بك ثمان طالبات أي بصلاة معه من خلال أحبت أدوه مدرسة لي لأن تعرفين المدرسة تفتف عن الماحد صح وبوقتها والتزاماتها وكذا وبوقت شاتي قصة ناجحة بصلاعها لأن ذكرهم ثمان طالبات يمكن تسيب تابيوهو خمسة عفوغة تسعين بالرياضيات وبينهم مين فصلاة وانس قرر أدخل مدرس الرياضيات حيدر بدايتك أول ما بلجت تدرس طبعاني الهدث من البودكاست السويدة حتى لكل أستاذ هسا مبلش أنه يدرس شون ناصرتك الأستاذ هسا بلج شون الشيء اللي خلنا حيدر عبدالعنمع وصل للشيء اللي وفتادي اليوم أهم شيء ما بس التدريس يعني بين مجال أدخلاني أحاول ثم أصولي الأول حتى لو صعب أصولي الأول بس دائما ما دام أنا اختارت مجال تدريس خلاص بعد انتهت يعني لازم أنا أول هدفي أصير النمبر وان في هذا المجال شيء متعب بي بس وراها تفتاعين لازم واحد كبداية يتعب يعني يطور نفسه أنا دائما يبقى المدرس حالي حان الطالب مثل ما أوقي طلاب زينين أو أوقي طلابه زينين نفس العملية مدرسين الطالب ليه بالدراسة تبثر عليها بعدين نفس العملية مدرس وخصوصا تعرفين وقتنا سنة بعد سنة تطور يصير يعني لكل السريع تطور طرق التعليم تطور حتى بالصبورات بالكتابة ببعض أمور لازم كل مدرس يواجه هذا التغيير ويشتر على روحة يعني حتى الآن بصراحة دائما نطلع على مقاطع حتى نربيه يعني شرح بياضيات تعلمونه ما يمر من حدث فالاشتهار ضروري يعني بكل عفل واحد يعمله صح أستاذ حيدر ماذا نصيحتك كل أستاذ بل مش بالجديد يصبح عنده حالة من الأحباط عندما يجب الطلاب ممثل اللي هو تجعله مباري يعني مثلا أكيد واجهنا هذا الشيء بداياتك بداياتك بسيفتك أنه على الطلاب قليلين أو موزن وانت شنف نتخيل نحن المشروع بشكل عام أن نكسر بسهولة وهذا الشيء أبد بمصاحل يعني أنا سياسة بالعكس دائماً من استفزة طلع حساب ما عدي يعني مثلاً إذا بدأت وعادة قليلين ما طلعوا كل الشيء بالعكس أرى الفرصة أطيهم بحساب ما عدي بحير ذون الذين أقدر أسيدر عليهم وأعوبهم أطيهم مادة زيانة راح يقولون بعدين اللي خنقول مثل الدعاية لذون الذين راح يسولفون إنه والله إذا قرأت مستاذ حاذر عبدالأمة طلعت أممين فهذا راح ما أطبت بمصاحلة أنا دائماً حتى الطلاب أوصيهم مثلاً من المدرس يتحداكم يقولون كابلتهم موزين لا بناكس أنا ذا بحيالي كل طافتي يعني أوصلي فكرة أنه أنا ترموها الشكل أنا أحسن ما تبت خير فهذا شيء مهم جداً كون يعني زري سفر المعهد فقلوا يوكي سئة حاذر عبدالأمة بس سؤال راهد شون بيش شون نمدي أول خطوة حتى أنه للأول عني نصحة إليها وعني يوتيوب الي نصحة إليها بداية ولي شين السبب أن أفتح تحقاعة على اليوتيوب وهاي معلومة طبعاً أنت تلايمها ولا أبد بطريب بندود تحطان أرطل ثانا على اليوتيوب شون بذي يقولون هل أنه الخطوة الأولى التي نجعل إليها هي أن نفتح ثانا على اليوتيوب هل هو هذا خصوص صح؟ هي ليست فقط براءة اليوتيوب وخلاص يعني أنا مثلاً مسؤولة سابقاً أنا درست عن طريق الصدفة بس من اختريت مجال التدريس أول شغلة سويتها رحت المكتبة القريبة علينا اشتريت كل ملازم من رياليات يعني تخيل مثلاً كثاث متوسط اشتري ملازم ومتثين بدرسين ثين ما اطلع عليه باقي المراحل بديت السلسل من الاقتدائية على كل الملازم معنى ما بيش واحد اطلع غير ما بس من واحد حلية عنه بديت يعني ابحث على مقاطع باليوتيوب عن شرح رياضيات باقي المدرسين بصراحة هذا الاطلاع على المدرسين وعلى الملازم من الديم ويرو اليوتيوب اتضاف قوية اليوتيوب مو بس علان مدرس يوجد لدي التعليقات اتابح باليوتيوب بيها تعليقات انجابية بيها تعليقات سلبية بيها نصائر يعني أنا كل شيء فالت نصائر فوالتين من المدرسين أنا أدرسي خبرة و عمالة لا يوجد يوتيوب ولكني أرى أن يوجد مكان يوجد خطأ علمي أو يوجد هفوة أو يوجد مشكلة يوجد يوتيوب فادي بموانا بصراحة فهي قلنا قمت بشوية نازم أحد يتعب بالبداية أنا أطلع على القلازم على اليوتيوب لا أريد أن يتعلم ما الذي يجعل أستاذ حيدا عبدالله أمه ينتقل من أعرفت شكل واضع أنا حيدا عبدالله أمه ورقة وقناة على اليوتيوب ما الذي يجعلك تصور ورقة ثانية وتطلع على الشاشة هذا من التحدث لدي ورقة وقناة ما أفضل الطالب الورقة وقناة مثل النوحة الطالب يتخيلها يعني الحل يصبح برتب وهو الطالب الذي يبتحه مهم بورقة وقناة لكن قلت أبنباب رأيت الكوائي طلاب أنه لا تشرح على صبوري فقلت أنا الحمدلله يعني منهج السادس الأدبي والعلمي أنا مكملة برقة وطنة فماضي الشيء سأحاول على صبوري وبقناة الشرع فجمهوري أحب برقة وطنة وجمهوري أحب صبوري فجمهوري أستاذ حيدر وصلتني معلومة طبعاً وعلومة في لش خطيره من أستاذ حيدر من البداية بدايتك كلش كان خطك كلش محلو أهلا أو لا؟ لا أنا خطي من الشيء الطالب لا 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 مدرس طالب في لش صغير كانت راح يتفاجغوا لأنه أنت خطك كلش حلو هسا لا أهم بعيدا ممكن شغلو بس أنا عاجي كنا بخطم حلو أي؟ يعني خطم أهلا مني بوايا لحد الآن يعني فمديثت عمل معدو أقلدهم برس من الحرب يعني بوايا دعمت بصراحة من نار صغير يعني واني سمعت أكون بدرسة أثرت عليك صح؟ صح؟ بينك وبينها ووقف شوية ما حلو خلاك إنه أور من خطك هي مو لا هي بالعكس يمكنني معلمة واخفتش خطأ يعني يعني هؤلاء ينتقل من دخواندي هؤلاء صغير يعني ممكن ثابت داعي لأول تداعي وانا يمكن بحيث خطي يعني مو مال لعمر أخمدول فمارك راتب يعني دورك مرتبة عاد المعلمة قالت هذا مو خطك كايز بيدا كنبيل قلت يا بوالله خطي يعني اتوسعك مرهلة يعني طبع كل يد في الشر يعني يخلي الشغلة بضالة يعني هبشي واحد ميئيس فان هذا اللي يحطت ايه واندر انا بالنوع لي ميئيس يعني ضل حاول بحيث ان ما حاولي وصلت العالم من هذا يترمو الخطك يعني خلينا شوية نطلع عن موضة الدراسة سؤال بوالي سئلونيان طالح عمد الرسيين واساتذات ليه اشتار حيدر عبدالله من حدثنا عندي سيارة حاول ميئيس والله هي سيارة ضرورية با لو كنت طيب بس أنا من النوع خاصة اخر سنوات كل شي مزغول وخاصة برضي على الطلاب فدائما استغل هد فرصة انه اميك اطلبي انا قاعد مالي علاقة بالسيارة لازم ترفونه وارد يعني وجاوه على الطلاب حتى تستغل الوقت اي يعني هذا الشيء كل شيء فايدة بصراحة فهي معلومات في الشخص يسألني حتى ما تعرف كمية لاسئلة يعني اول ما يشكونين الله علي الساحينر سنواته سيارة بس ساحيدة ما عنده سيارة زيل سؤال ثاني الساحينر اللي معروف عنك انه انت انسان مثل تزن بالواعد وهكي دام وطلع شرع قلبي ويصلي سواء القضاءة اي لا هاي السنة احسن احسن مقابل اي لا رحب تلا يعني هو اكيد يعني التأخير انشغال اي اي بس بدا في الامور تتنظه يعني حتى الحمد الله كتدريس تعرفين ستن بغيت بس بالمنصور صحيح وعلى عالجه وفرحان بشاول ونبدأ للمنهج ديسه وانه غير متاخر عن مهاضرة اي اي اول مرة بحياتي فدعضا يعني واحد يعني واحد يشارسل بي حاول يعني ومره الوقت انشاظه يعني حسنة زيان شنو علاقة ساحيدة العفداء امه وحبه للعود ومشكلة بعد تحاسم وحاسم اه اه يعني اخفتها كلش منتح بموسيقى بشكل عام يعني يعني واي اسمع موسيقى فحيدا اجبني صوت العود يعني فبس افراغ يعني اول شيء اللي سويت انا ابعود صوت؟ اي والله كله زيان زيان اه استاذ حيدان حضرتك عندك اطفال اعتقد واحد من عيدهم آدم اي نعم مين اللي سامه آدم؟ ادر مارس الميت اكيد اي لا لا هاي انا استاذ هين عالد؟ هاي الاتر يعني اسمه الولد المتبقي علي زيان استاذ حيدار عليه وامير وآدم الله يحراؤه وان شاء الله استاذ حيدار اتحس نفسك مقصر تجاه عائدك يعني لسبب اشظالة طبعا هذا هو الشيء بتوع نفسيتي بصراحة يعني تعرفين العادة يعني هم تحتاج وقت فوصصاً ما يعني بدأوا ولدي يعني هذا الشيء كل الشيء وصلوا له يعني انه مفتقدينين يحبون وجودهم يعني حبوها تواجد وياه صح اي يعني بالمدرسة بالروضة بالمسابقة هذا الشيء حيث بأثر عليه بس ان شاء الله مستاذ ماذا عاول يعني سعال يعني لو لازم يبقانهم لابد خاص شطان سالحيدا عبدالأم بارع يلا كلهم خاصة عادة معدي حتى حسن معدي ما شاء الله الله يحب الله شاء الله الله يساول بيس استاذ حيدا انت تصور ساعات كل الشيء طويلة بالمعهد يطبع عند اسف اتسأل الكوني النواي اذا شوف هذا الشيء بعيني هل اثر هذا الشيء على حياتك العائلية او سوالك مشاكل انه اوالي الحمد للأول العوة يأثر يأثر بس احنا عدنا اتفاق الحمد لله يعني داخل عائدة ممتن بما يكا مشكلة يعني صح نفتغلين هاي شيء بتهيم عدو حتى نفتقده بس الحمد لله اعلم ذات الامور هم تتحسن يعني او خصوصا ممكن ان فرغت نفسك منطقة ايانا ببعث مكان واحد الحمد لله الوضع اختلف يعني صار اكودك التصوير وكدلع افضل افضل للسابق استلحيلة دائما انت وصح نينا صيحة انا وممكن داعشوفك اكثر من استاذ تقولون مثلا احاول انو انتو الدرسون بمنطقة واحدة او مثلا ابقوا بمعهد واحد ليش انا وبدأ اجلس بالعكس الاساتي البقية يحبون يكونون باكثر من المعهد وانا اجربت هذا هتعرفين اه الوضع ان العراق ما مستقر ما مستقر بكل شي يعني اضطرر بعمل اشيك يوم حفريات يوم الطريق للسيد يوم اه من شو تبك في المكان هالشي واي ارثاء وانا بصلاحك افعال طالد يعني انا شوف تسر النجاح انو مدرس بمكان واحد وقريب عليكو انا ودمت غيطة هاي الامور يعني انا انا مثلا اذكرت امن سنتين ادرس بخم سواكن من التخرج لجموع ما اقدر اعوضه كل الصعب لك بينما اسه لا من باقي المكان واحد اي تفهيل اي تفهيل افضل جالب سيطر اقدر اعوضه زيان فاشوف يعني سابق من شانتها ان شاء الله ناجحة انو استاد يدرس باكثر مكان لكن يوم بعض يوم تعرفين بلت تصريب لازدحمات اكثر الطرق اكثر تتعقد فالمكان واحد افضل ازا حاليا كل شو واحد المدرس صحي زيان استاد حيدر اذا اريد ايجياني اقول مسيرة استاد حيدر اول ما بلش بالتدريس كم سنة تقريبا الى ان وصلت الشي وصلت اليوم همان كل يوم صار حيدر عبدالامل من المع او اشهر الاساطي اللي موجودين بالعرب ان شو ما تبع السنة وما تقريبا صار 12 سنة او 12 سنة ادرس اي بديت يعني مو سادس وشيت متقصد يعني ما بدي سادس يعني بديت اول متوسط ادرس اي ثاني ثالث واي حبيت المحجمات ثالث بغاية كل شو واي درس ثالث يعني خصوصي اي بعد ياما والله بديت اشرح للسادس وصلت مرحلة شفت الي يدرس السادس لازم بعباق البراهم طبعا اي سادا امطيك نفس النقضة اقولك اكتبت ان صح ان الاستاذ استوده يبلش موازن يعبر الاسادس يعني تنظر انه يدرج في كل المواد سواء انجليزي رياضيات عربي فيزياء تعرفين احنا خاصة الكتب الجديدة هي عبارة على السلسلة صح يعني السادة مثلا الاول متوسط للثالث والثالث نفكر اشترهم على اليوتيوب ولا ان محتاجوا بس لازم واحد يواكب هذه السلسلة لازم اكون معلومات جديدة وطرق يعني حتى الطرق من اللي تتبدل بالكتاب يعني كل المواد ومو بس الرياضيات فلازم يعني خاصة كدرس جديد يعني نصيحك انه ورلا بدي منه ونتوصل هسا حتى لو لاي درسه على ابن اطلع عليه لو اعتقدها الشي يفيد انه الطلاب يبدونه اياس عربي شوية 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 او تان شنان يعني انا عدي واي طلاب يعني هم الحمد الاساسارة وحب اساتذة نتواصل وياه وفي حد الان يعني دامنا الصحة ما قلو بدي من البداية لاي تجي قبل السادس يعني الاستجار الهم حلو والسادس طعو فين ست مسؤولية تحتاجين اتي ولما بكل المعلومات وكل الاساسيات على ما تقدرين تنطي منها الشكامل للطالب فأوصح واحد قبل الجيدة للسادس زياد اوصح ايدا اشار على افتة فيها حبوية الطلاب بالعادة الطلاب يحبون الاستاذ الفكاهي بالامان اني ورد من البارات سالة قلت سويت لقاء اي طالبات فتسأله من اكثر الاستاذ الفكاهي فقالي استاذ عبدال Aucham انا صدمت انا انشو صدمت قدامي افتاب جدا يعني جدي وقليف للشاطئ ممكن اشنو السر هذا الحب الاستاذ عبدال ام هلا انه انو انت بمحاضرة تقدر توازن بين انه اكون نوع من الفكاه وبنفس الوقت جديد موية ستهاية الهمبة بالخبرة يعني أنا من خلال تواصل ويطلاب يعني أول ما بديرت كل الشديد ويطلاب وجدت الفترة لأصرت بالعكس يعني هو يطلحك بالمحاضرة وشفت ذلك الثاني هن مطلبات سوية يعني لازم أهد وواجه المحاضرة بيها شدة لازم ونشوفين طالب بدأ يتعاب بدأ يمجل لازم نطبعين شوية على الدرس فأصلا في المسالفة قديمة حاول ضحكهم هذا الشيء ضرور واحد يوازن يعني أنا بدي سيدة العلمور إذن ما أنا بعد أن نشاء المحاضرة شين أكثر موقف بكاهي يذكر سرحيل العبد لأن خلال المحاضرات صارتي والله ما كل شيء هو يا ستن يعني موقف طريق متنساء أنا أول دائما سؤال في النوار أنا أول درستي وأول متوسط أي اسمح سيان ليسر ذكره سح سيان ممكن بتخبره يجو حتى في الزوك أحسين فوقنا نحب التدريس بصراحة من مستوى حال ضعيف ومحاضر عبارة أنا ضحكت أنا أريد أن نضحك يعني الساعة نضحك الساعة ندرس فبصراحة تم عبوكتي على درجة كنا شعاني بالرياضيات فمن يوم عاد أنا حبيت التدريس لا أريد أن ندرس لك أبداً لا أريد أن ندرس لك أبداً يعني أن ندرس لك يمكن أن ندرس لك أبداً سيصالت في الثانيات أو بصراحة مقصة أنا ساعة للمدرسين يعني الطلاب يسوق في الثانيات أي فعرفين أنا اللي تعقونا بطلاب خارجي أبداً أي أنا أول بدايته خصوصاً أولي من أدبي أنا أشتشرح بس أدبي يعني مو علبي من بداية أي فعرف طلاب خارجي وطلاب أدبي يعني طلاب ترحون أدبي لأن أسهل في العلم شوية فكل إشتواصلت إياه أي فدا من الوصول أستار ترى أنا أريد مدرس لشرح بطي يفهم بكل المعلومات أي فأنا من بار قلت أشتر بحبطي على مدرسي يقدر حني يجي في مين تنظر ما هو الكل نعم بس عشتدة شي بريش حلو بس هيدا ما ندخل الوقت أنا أعرف يعني وقتك بريش سويا شون رأيك بالتعليم الألكتراني ورلا بمدرسي ترافض المجال تماماً أذكر أي إحنا سبحان الله مرات قوية مردفضها أي بس يجي وقتها لنعرف أنه لاسب بعد يعني الصير إحنا قمي شوية صرفنا على الطرق وتعرفين أكون طلاب يعني أنا خاصة صار روياي يعني مثلا أنا ماذا بس بالرصافة أي فذكر يعني بالمصور يجون طلاب من الرصافة أتعجب وقل يا بأنت طريقك بعيد كل شي بعيد أي هيا السبب نلون طبعاً بس لا تشتو واقعة ضعك أذكر موقف يعني دائماً أنا تشتو بس يجي طالب مثلاً من زيون فإن أولاً أرى أن يستطيع صراحة يقول أبني صحيح ما عندي لك روح من المعاهد واتك سجل كل المعاهد لي تجري هنا أنا أي روحة وجاية مجعب للطالب جداً متعبك أي زيان إحنا الميناء لتدى الدورات كونها بالصيد صحيح أقوائي صحيح اللي تعبون من روحة وجاية للمعاهد فصار التعليم الإلكتروني حل بصراحة يعني عن تجربة قوات الله باستفادة واكتر من الحضور الآن الطالب الملتسر ويدور معدل وما يريد واحد يراقب عليه أكيد الإلكتروني حسنه الحضوري لدي أفض مادة كاملة انتحانات كاملة زيان أستو حدر أنا أحس أنه الطالب لي واستوار شوية ضعيف أحس ما رحي توفق من الحضوري هل هذا الشيء صحر لو هذا الشيء يعتمد على الاستزام من هو لا بالعكس ست يصير يعني أقول الطالب المستوار ضعيف يميلون من الحضور أكثر الإلكتروني يعني يدوروني عادة أول طالب شنو بس المدرس موجود يدام يعني يتطمن يقول أنا خاوف شي ما افتح بعرق أن أنا يعني أسير داخل الصف أنا إذا أسوي شغلة صراحة كل أستاذ أحب الإلكتروني كل سنة إذا أجل الإلكتروني سأقول محارة دين أو ثلاثة يعني أدرس حضوري أي أي لي إش لأ تعرفين الطلاب يسير داخل محارة فكون هذه الأسئلة من جمعها يعني الأسئلة حتى المكان يقول العيدة من صوت المعيبة يعني أسوح معادلة إذا أطلنا بالحضور إذا أعيدت أنا بتصوى أعيدت فدعو يعني إلي أسوي بالحضور نسب أي أسوي بالإلكتروني وهذا شيء يجب بصلاع ومالسة الأبواب تحس أنه مفرد لك كل شيء أنه تريد إنته بالإلكتروني يعني هل أنه حرفيا كل شيء يريد الطالب أو من ناحية محاضرات التحانات المناصة إذا تأثير على الطالب طب أنا بصراحة يعني أول منصة نشطرية مع أبواب يعني نسأل نمجر أبواب المناصات أبواب حبيت تعامل مع الطلاب حبيت متابعتهم للطلاب أيضا يعني متابعين الطلاب ومس كماد عدميه مرات حتى حاولون يساعدوهم بمشاكلهم هذا شيء كل شيء دافعنا أيضا بصراحة كل شيء يتعبون كل شيء أيضا أبواب يعني مولنا موجود بس منصة ناجحة بمعنى الكلمة وأحب يوم شربة ومن أكون شربة سلبية ما يبقى حاولا دائما يعاجون السلبيات طبعا إذا كان يكون رقم واحد بالرياضيات ما معقول يختار منصة يجب رقم واحد أيضا من العراق أستاذ حيدر لا أريد أضوالها عليك أنا أستحيل وعند أك طاعت أستحيل ماذا النصيحة التي تقدمها سلطلاب 2015 سواء حضوري أو ألكتروني والله سلطين دائما اليوم ما دورت علي يعني بن سعيد اليوم لأن دسوان اللقاء أو بواتكاست أسعب سمو والله طملاب يعني تعرفين هو السادس مرحلة مصيرية عندنا بالعراق أي وبنفسو تشوف مرحلة هلوة أنا وردت بالسادس أنا بصلاحة لم أكمل السادس اشتابت يعني أولا مكمل السادس يتجذوه وتعب وبيت حديات اشتابت هي مو أبد النصيحة وإنما حلوة يخلي هدف قدام عيني يعني أنا من أعد قدام عيني أتعب على موذة زياد سنة واحدة أحاول ابتعد حتى على التليفون يعني هناك طلاب يعجبون حتى هاي مرامج تواصل يضغب بالسادس هذا شيء كل الصحيح يعني أنا بقي مثلا بقى التليقرار أو بقى قنوات متابعة لتفيدني أي شيء لنهي نحاول بتعد عن السادس مرحل كل شيء أصلا فالتعب إذا واحد نظم وقت صحيح يعني أنا من أخلي الوقت الدراسة حتى قدر خلي وقت الراحة أنا أطلع وقت وقت بس هذا الوقت كون لا تلفوان يدمي لا أكو شيء لهيلي هذا الهد يعني وقت طلاب مصطورين للسادس شيء كل صعب نو كل الشيء سيجل نظم أحنا بقى بس السادس وإي شيء نبحث نظم ما يصير سهل أي فداما نسيح للطلاب أنه أكثر شيء بتاع أنا والتلفوان وبدال المورد النيل أي السنة واحدة وتبع السنة حتى صار السريعة لدينا كل كل يعني حتى ماهز من الوقت فنتمنى كل التوفيق إن شاء الله إن شاء الله أكثر هيدر رأي جدا سعيدة بس الضغطي في اليوم وأشكر لك جدا لأنه جيت وعنكم هاي تبرين الحلق اليوم حتى يشوف هيدر رأي يحتي إن شاء الله يا ربي تشنت خفيفة الظلم عليك أشكر جدا والله تشتغلي موقد دابت إنسان ناجح ودام يتعيش بالخير وإن شاء الله تكبر على نجاحك بالعكس والله أنا اليوم أسعد بالعكس أنا سعيدة لأنه لواني ذكرت بالبداية وأرجع أذكر الآن من أكثر الإنسان داعين بحاس هيدر عبدالأمان أكثر إنسان هو اللي خلاني أفتح القناة على يوتيوب أذكر ومقد أفتح قبل البودكاست هو يقولي اشتغلي يصوري ومعرف شنو فأحفين كيف أشكرك ساحيدا أشكر جدا أخ عزيزي يعني هو ساحفين والله زميل وأخ فأشكرت جدا على هضرك واني جدا جدا سعيدة وتناك الموافقية والمزيد من النجاح ودائما يبقى اسمك رقم واحد من العرب تسلاميين تسلاميين تسكولت